تحية لكم مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد لم يعد ممكنا الاستمرار في الكارثة من دون شجاعة الموقف والتصرف لم يعد جائزا مواجهة كوارث الحاضر بمعدات ووسائل الماضي الشجاعة تحتم القول بأن إنقاذ لبنان يتطلب قيام الدولة وأن حصرية السلاح في أيدي القوى الشرعية هو باب الحل الباقي مجرد تفاصيل صالحة للسجال السياسي لا أكثر ولا أقل الدستور والطائف يقولان بهذا الحل والقرارات الدولية وسائل مكملة لإرساء سلطة الدولة الجامعة والقادرة في هذه الحلقة من كواليس الأحد سأحاول مع ضيفي رئيس مؤسسة جستيسيا الدكتور بول مرؤس قراءة تطورات الحاضر ومعالم المستقبل من زوايا الدستور والقوانين صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور بول صباح الخير إلك دكتور شربل وللمستمعين والمشاهدين الكريام وتحية للمحطة العزيزة على قلبنا وأنت عزيزة على قلبنا شكرا السؤال الأول هو عن وصف ما يجري بالأنون الدولي نحن قدام شو حرب إبادة عدوان شو الوصف الأنوني للي عم بيصير لك بتتفاجأ أنه مقارنة بالحروب عادة بيبقى فيه توصيف واحد وصف واحد للجرائم يعني هي بتكون جريمة حارب يا جريمة ضد الإنسانية يا إبادة جماعية يا عدوان أو إرهاب إنما إسرائيل باللي عم تعمله خصوصا بغزة وكمان باللبنان اجتمعت أكتر من جريمة بالأفعال اللي عم تقوم فيها بما يخص لبنان هناك توصيفا أكيد جريمة حرب وجريمة العدوان اللي هي قائمة والجريمة ضد الإنسانية إضافة لجريمة الإرهاب أما بغزة فبتضيف عليها جريمة الإبادة الجماعية فعندك مجمل جرائم عادة بدك وحدة فقط من هالجرائم لتروح على المحاكم الدولية طيب هلأ إذا بنحكي مسار الجنائي الدولي وين أو شو هي المحاكم المختصة بهذا النوع من الجرائم اللي حكيتها أكتر شي عندك المحكم الجنائي الدولي الدائمة هذه أنشئة سنة 1996 بمقتضى ما سمي باتفقية روما هذا النظام ونظام روما تنضوي تحته عدد من الدول صاروا هلأ تقريبا مئة وخمس وعشرين دولة لبنان منه فيهم وإسرائيل منه فيهم والولايات المتحدة الأمريكية أيضا منها داخلة في بعض الدول العربية الأليلة مثل جزر الأمر تونس والأردن ودول العالم الباقي كتير مننا نضمت وصلوا مئة وخمس وعشرين إذا نضموا هالدول بصيروا هن خاضعين لولاية المحكمة هذه المحكمة الدائمة موجودة دائما للمحاكمة وبلشت شغلة سنة 2002 وفي محاكمات صارت فعليا وفي أسماء منرجع لنا إذا بدك مهم نعطي مقارنة لنعرف لين ممكن يوصل موضوع المحاكمة قدام المحكمة الجنائية الدولية فيما لو تقدم لبنان للأول وكان عنده هذه الإمكانية شو ممكن نتأمل من هذه المحكمة لقلك أنه لبنان صعب يتقدم لأنه منه منضم فيه يعمل تصريح وما رح يعملوا بتصور لأنه الاتجاه السياسي الغالب في لبنان نتيجة حكم هذه السلطة يقود للقول أنه هي مانا رايدة تروع على محاكم مانا رايدة علا فيه ليش مانا رايدة يعني الكل اللي يحكي بجرائم إسرائيل واعتداءات إسرائيل أنا ما عندي الجواب بس عندي رأي وبفضل أنه يكذبوني إذا مش صحيح لأن ما عم بلاقي غيره أنه عدد من زعماء السلطة الحاليين كانوا زعماء حرب ويخشون محاكمتهم بمفعول راجعية طبعا مبدأ عدم الراجعية ما أنه موجود بالأوانية بس سئبة أنه هالجرائم اللي عددتها هايدي لا تسقط بمرور الزمن وبالتالي ممكن العودة فيها إلى المحاكمات نتيجة ما ارتكبوه ربما في خلال الحرب اللبنانية أعتقد ذلك وبالحد الأدنى بالحد الأدنى ما بدون يواجعوا راسهم دكتور شربل ليش هو السؤال الذي يكون معكوس لا بدون يروحوا على المحاكم الدولية يعني هاي السلطة بمعظمة تمنقول كلها ونظلوا منعمم الجميع لأنه في البعض عم يشتغلوا البعض القليلة بس هاي السلطة لا بدأ تعمل شيء يعني السؤال هو لا بدأ تقوم بأي فعل برأيك ما قدرت تعمل يعني ما لازم نفكر بالوضع اللي هي فيه والمعطيات اللي تفضلت وحكيت عنها حضرتك شو ممكن ينعمل بدي أقول السلطة ما عندها رغبة تروح قدام المحاكمة الجينائية الدولية شو ممكن تعمل لتحصل حقوق لبنان لو توافرة النية والإرادة أصدق لأنه منا متوافرة لأن النية ولا الإرادة هايدي بتينيها عم نحكي بيظل وضع طبيعي شو كان ممكن ينعمل أكيد مهمة كتير كانت بتروح طبعا بتقدم التماس قضائي أمام هذه المحكمة مثل ما عملت فلسطين بحق إسرائيل هلأ كان عندها مشكلة فلسطين بوقتها ما كانت بعدها دولة كاملة العضوية ولا زالت يعني هي دولة مراقب لعبت على الموضوع إسرائيل رغم أنه فيه اجتهاد لمحكمة الجينائية الدولية بغرفتها التمهيدية صدر من سنتين أو ثلاثة بيقول بتذكر بشباط بيقول أنه العبرة منى للإقليم الجغرافي العبرة هي للجنسية طالما فيه إسرائيليين بنحاكم على هذا الأساس لأنه هاي المحكمة بذكر صحيح بتنضم لقلها الدول مثل ما قلنا بس هي بتحاكم أفراد يعني قادة سياسيين وأمنين ما بتحاكم دول دكتور بول مرقص بدي أسألك عن السياسي لأنه بارح رينا تحديدا أحد قضاء محكمة الجينائية الدولية كان يستعد لإصدار مذكرة توقيف بحق بن يمين نتنياهو تم استبداله ما بعرف هيدا الخبر إدي دقيق وما بعرف إذا تم استبداله لهذا السبب بس أكيد أنه كريم خان اللي هو المدعي العام أمام هذه المحكمة صار له خمس ست شهر مقدم طلب أمام الغرفة التامهيدية بسموها هي مقلفة من ثلاثة وضات بيناتهم هيدا القادل عم تحكي عنه تقدم كان المدعي العام بطلب إصدار مذكرات توقيف أو القاء قبض ولغاية اليوم لم تصدر هذه المذكرات أو لم يؤذن بإصدارها لأنه ما في المدعي العام هو يصدرها تلقائيا قبل ما يوضع أمام هاي الغرفة نتائج تحقيقاته ويقول لاش بده يصدرها المذكرات لأنه هاي بتعرف مذكرات بالطال قادي سياسيين رؤساء وزراء ووزراء وجنرالات في الجيوش النظامية فما النهاينة أن تصدر المذكرات من دون وافقة من قبل هاي القضائية دكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جيوشتيسيا الحوار مستمر عبر كواليس الأحد أنتقل إلى ملف آخر القرارات والاتفاقات الدولية سمعنا وزير الطاقة الإسرائيلي يقول أنه إسرائيل قد تلغي اتفاق ترسيم الحدود قبل ما نحكي على القرارات الدولية هل بالقانون الدولي هذا الأمر ممكن برأيك؟ خليني أقول لك أول شيء أنه مزبوط عن تتفضل فيه فيه اتفاق ل الترسيم الحدودي يحوق الدامي موجود هو كناية عن تبادل رسائل بين لبنان وإسرائيل البعض حاول يقول أنه ما فيه اتفاق إذا بتذكر إنه إذا كان التبادل للرسائل غير مباشر مزبوط بس ما هو اليوم بس اللي بيكون دارس حقوق مش أكتر بلبنان يعني مش ضروري بالقانون الدولي بيعرف إنه عندما يكون فيه عرض وقبول صار فيه اتفاق عرفت كيف؟ هيدا اتفاق عن بعض خلينا نقول إيه بس أوضع هيدا الاتفاق أمان قم المتحدة تماما تماما وصبح فيه التقاء مشيقتين وانت بتعرف إنه العقد هو التقاء مشيقتين بعيدا عن هالفلسفة هاي نحنا فينا نروح لاتفاقية فيينو اللي هي بسموها القانون قانون الراعي للاتفاقية الدولية تماما فهيدا بيعني اتفاق خلينا نقول أول شي تنوصفه بشكل صحيح فيه إيراتين صح على الاتفاق على موضوع محدد هو ترسيم الحدود البحرية هلأ عم ينترح هذا الموضوع عم ينترح إنه بسرائيلي ترجع عنه إسرائيل من جانب واحد كمان بدأ نرجع لهال اتفاقية دولية اللي هي اتفاقية فيينو بالمادة 56 فيا هيدا بتقلك كيف عادة بيرجعوا على الاتفاقيات إما بيكون هيدا الشيء إذا الفريقين أو الفرقاء توافقوا ونحن مش نتوافق مع إسرائيل نرجع عنه برغم إنه ما بعرف إلى أي مدى عنا مصلحة فيها هاي هيدا نقاش آخر نقاش آخر اتنين إذا كانت طبيعة هالاتفاقية بتجيز إنك ترجع عنه فلا في اتفاق ولا طبيعة هالاتفاقية بتجيز وطالما هي اسمها permanent maritime dispute resolution يعني حل دائم للنزاع البحري بين إسرائيل ولبنان وبالرجوع لأحكام هيدا الاتفاقية وتحديدا البند واحد إيه من الاتفاقية بتقلك إنه هيدا اتفاقية نهائية ولا يجوز الرجوع عنها على هذا الشكل مش ناكل التلويح الإسرائيلي ما إنه إلا خصوصا أخذت وقت كتير لا تم التوصل لهيدا الاتفاق كمال صحيح بس على الأقل قينونا هالتلويح الإسرائيلي منه إلا تهويل إلا تهويل طيب إذا من نقول الدكتور مرؤوس للقرارات الدولية عامل حكا كتير صار واضح إنه التسوية تحتاج إلى حل ديبلوماسي قائم على القرارات الدولية 1701 1559 1680 قبل ما نفصل مضمون كل القرار بدي أسألك بس عن الرابط بين هالقرارات الثلاثة والدستور والطائف في رابط بينهم في رابط إنهم هني أشاروا لبعضهم البعض يعني بالتسلسل التاريخي يعني 1701 أشار للقرار اللي قبله اللي هو 1680 وال1559 وهول كلهم أشاروا للطائف اللي قبلهم كمان فمن هون إجا الترابط ترابط عضوي بين بعضهم يعني بصورة أوضح خلينا أول شي نقول شو هنها القرارات سريعا خلينا نبلش بالأحداث 1701 يمكن لأنه هيدا المحطوط على النار أكتر من غيره 1701 بنص تحديدا على إقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني جنوب نهر الليطاني بيكون مستلمة الجيش اللبناني تحت سيطرته الشرعية المؤحدة والحصرية وبيتقازروا بها السيطرة هاي قوات الأمم المتحدة اليونيفول واتنيناتون إن كان الجيش وكان اليونيفول لازم نزدلهم عديدهم لها 15 ألف عنصر هيك بيقول القرار وطبعا بيقول كمان إنه ما يكون في أي جماعة مسلحة وبيدعي هون هون بيربط بالخمس ساعة ساعة خمسين لأن الخمس ساعة ساعة خمسين بيحكي عن طبعا انسحاب القوات السورية لكن أيضا عن نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية لشي ناقي هون السبعة ساعة ساعة بيربط على هيدا القرار الخمس ساعة ساعة خمسين وبينص على نفس المسألة وبيربط أيضا على ستة عش ثمانين اللي صادر سنة الالفان وستة ياللي بينص على الحدود اللبنانية السورية وإعادة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعته وفعل السياد السيادة الوطنية طبعا هاي الحدود بيحكي عن الحدود فالخمس ستعاش تسع وخمسين والستة عش ثمانين هاو دي جزء لا يتجزء من السبعة سفر واحد يعني بالعمل ما فيه يجي مسؤول لبناني يقول أنه نحن منطبق السبعة عش ثمانين من دون الخمس ستعاش تسع وخمسين ومن دون ستعاش ثمانين لما نسمع مسؤول مثل الرئيس نبيه بري عن بقوله الخمس ستعاش تسع وخمسين صار مين الماضي فيه قرارات بتصير مين الماضي أول شي خلينا نوضح أنه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري هو رئيس سلطة تشريعية تماما هو ينطق باسم السلطة التشريعية إذا اتخذ التوصية أو قرار أو سند قانون بس هو ما بيقدر أنه يتطق باسم السلطة التنفيذية ولا بيقدر بشخصه يعني يتلفز بالقرار الوطني عموما هيدا منوط بمجلس وزراء وفقا للمادي خمس ستين من الدستور وقت تحكي هالمادي عن إعلان الحرب والسلم لمجلس وزراء مش يعني أنه نحن رح نعلن حرب بس مقاربة الملف السياسي للحرب لأنه منا بلد بيعلن حروب نحن مقاربة الملف السياسي للحرب يعود للحكومة مجتمعة وليس لرئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب يتلفز بما يقوم بها فقط بوصفه رئيس كتلة نيابية ليس ألا لأنه ما في عندك توصي من مجلس النواب أو قرار يمكن هو عم يخد موقف سياسي لأنه كمان هو مكلف من إبا الحزب أنا عم ناقش بالمضمور بس ما فيك تقول أنه موقف لبنان هاك إذا بدي يكون في موقف لبناني بدي يصدر عن الحكومة حتى رئيس الحكومة يعبر فقط عن سياسة الحكومة اللي بتكون متخزة بمجلس وزراء يعني ينطق باسم الحكومة وليس عن الحكومة تجاوبك على سؤالك لا ما في شيء اسمه من الماضي لا القرار دولي بدل قائم حتى لو لم ينفذ حتى لو انتهت مثل ال425 أكيد حتى لو طال الزمن عليه وقته كان صدر بال78 تنفس بالسنة للألفين فعليا تمام فبالتالي عم تحكي بوقته عن 22 سنة القرار 1701 أولا ما صار له هالأد وقت بس كمان حتى لو طال الزمن بدل قائم طالما لم يتم إلغاءه من قبل السلطة اللي أصدرته اللي هي مجلس الأمن الدولي حكيت عن مضمون الأرار 1701 اليونفل والجيش وكل هذه العملية أنه ما يكون فيه عناصر مسلحة جنوب اللي طاني هيدا الأرار مثل ما طالها أكيد ما تنفس مين خرق هذا الأرار كيف نخرق هذا الأرار وليش العالم ساكت عن هذا الموضوع هل عم يجعو بحركه أنه ننفذ الـ 1701 كاملا وبكل مندرجاته خليني أقل لك أنه تنفس جزء من الـ 1701 بما يتعلق بكوات اليونفل أززنيها شواء شواء مش كتير مش قد ما بأنصر القرار عكلا وصار فيه خروق أعتقد من كل الأطراف بدءا بإسرائيل اللي هي أكتر شي خرقته طبعا عبر طلعاته اليومية فوق السماء في لبنان فأقول بالإقليم الجوي وأنت هيك السيادة اللبنانية استمرارا بدون توقف لبنان كان علي أنه يزيد عديد جيشه ويطوع وينشر بالجنوب طبعا كان ناطر أيضا مؤازرة دولية هون صار فيه قصور من قبل المجتمع الدولي في دعم الجيش ساعدة ما بيغني لبنان عن القيام بمجهباته لأنه عنده مصلحة كان في هذا القرار الدولي هيدا السند اللي بدو تكل علي حتى ما ترجع تهاجمه إسرائيل يعني هون لو بدي قطعك خلينا نعمل السيناريو افتراضي لو طبق هذا القرار الـ 1701 كنا اليوم بوضع مختلف ما كنا أكيد طبعا ما كان في مجال تصير اللي صارت هل هل تبادل اطلاق النار والنيران بين الجانبين كيف بدأ تصير ما هو وضع ليكون فيه طنبون يكون فيه منطقة بسموها بالقانون الدولي عازلة بين فريقين متصارعين وحطوه لك الأول المتحدة بالنص لترائب ولتعمل تقييم وريبورتنج تقارير ما هيدا هدفه القرار هيرو حيته فنحن ما فهمنا إلا متأخرين هل السؤال لأنه عطول منفهم متأخرين هل الألف وسبعمية وواحد بعضه صالح للحال لأنه عم ينحكى تعديل الألف وسبعمية وواحد آلية تنفيذية للألف وسبعمية وواحد أول سؤال هل يمكن تعديل قرار دولي صادر عن مجلس الأمن نعم يمكن تعديله بس من السلطة التي أصدرتها لمجلس الأمن من عدل البضمون أكيد بس هو صالح هو لازال صالح بس عم يحكي رئيسي بس ما فيه ثقة بقى من كامل المجتمع الدولي أنه لبنان رح يقدم على تنفيذه لأنه ما فيه وضوح وما فيه ربما مصداقية وما فيه عدم تناقض بالموقف اللبناني لابل فيه تناقض وفيه عدم وضوح وغيرها وفي عندك تجربة مريرة أيضا في عدم التطبيق من هيك المجتمع الدول اللي ما عد عنده هالثقة اثنين إسرائيل اعتبرت حالة انتصرت بالجولات الأولى للحرب بدأتصرف هالنصر هيدا بدأتصرف بشي قرار دولي أو بترتيبات معينة تعكس هالانتصارات اللي هي بتعتبرها قامت لصالحها من هيك هو فعليا لم يعود صالحا بس هو بالأساس وبالمبدأ وبالنص وبالبناءات اللي قام عليها لازال قائما ونزال صالحا طبعا اكيد رئيس الحكومية عم يطرح آلية تنفيذية لهذا القرار الرئيس مئاتي لما كان بلندن وما كان بباريس حكي عن آلية تنفيذية شو المقصود بالآلية التنفيذية يمكن الضمانات اللي حكيت عنه نحضرتك بالتنفيذ بس هل بتصير هذه الآلية جزء من هذا القرار لك شو دايما نكن تقول انه لازم الحكومة اللبنانية هي تبادر الى وضع خطه تقول كيب تنفذ مجيباتها بالقرار الدولي يعني مسلا تقول انا رح انشر هالكم ألف من العناصر الجيش مش قادرة اوصل الى الخمسة عشر ألف لانه ما ساعدني المجتمع الدولي مسلا بتمويل الجيش انا بحاجة الى بناء استراتيجية مع حزب الله اللي هو مقاومة شعبية عم بيكون في حوارات معه عم بيكون في برنامج زمني ما قالت عن كل هالأمر ما عملت اي خطوة عملية تتبرهن عن مصدائية وجدية بالتنفيذ بيكون في مقبولية ساعتها دوليا لهالأمر هيا ممكن كانت تصدر عن الحكومة وفيها تصدر باي ساعة الكان بعد وتكون قد ما فيها تقرأ من السبعة عشر سفر واحد وتدل على الحاجات والمكامن الضعف بلبنان اللي مش قادر فيه بمجابة انه يقوم بتنفيذ كل هذا القرار بكل ما ضامينه هيا اذا صدرت عن لبنان ولا بأس ممكن ايضا تصدر عن مجلس امن الدولي بقرار اضافة ملحق بهذا القرار يعني يعزز هذا القرار بتنفيذ مجيبات الاطراف عبر وضع بنود معينة بدي افترض مسألة الحدود يوضع ابراج مراقبة مثلا او يولي بعض الدول مسئولية المراقبة متل ما اولوا البحر للالماء الحدود البري عم بحكي ساعته فيه امكانية لوضع الية تنفيذية كما وانه مش ضروري هالالية تنفيذية تصدر عن مجلس العامل فيها تصدر بتفاهم ايضا متل ما جرت تفاهم هالوساطات اللي عم بتصير بوساطة امريكية صحيح يصير في تفاهم متبادل حول الية تنفيذية سؤالي دكتور بول مرقص اعلان الموقف اللبناني يعني شفنا الرئيس بري الرئيس ميقاتي والاستاذ ولي جنبلاط اجتمعوا وحطوا نعمل خريطة الطريق للحل هاي بتكفي لنقول انه نحنا هيدا مشروعنا للحل اللي هو تطبيق الـ 1701 ونشر جيش ولا المطلوب اجتماع واضح للحكومة اللبنانية بحضور ممثلة حزب الله ويعلن الموقف اللبناني يبلغ يعني الالية القانونية لبلورة الموقف اللبناني افضل شيء هو الرجوع الى الوصول والنصوص والقواعد الدستورية اللي هي بتقضي وفي كلمة 65 انه الحكومة هي تقارب ملف الحرب بالمعنى السياسي وتجتمع لهذا الغرض هي اجتمعت مرة وحدة من 3 اسابيع اذا بلسكر الساعة 7 ونص ولم يصدر عنها اي موقف سياسي واضح صدر موقف الرئيس مياتي بالجلسة اكتر ما هو قرار لمجلس الوزراء انا بشكره وعم بيقوم بجهود بس هيدا ما بيعنيني انا دستوريا بالنسبة لقالي لم تصدر الحكومة اللبنانية اي قرار بالمعنى السياسي لمقاربة الحرب ابدا الحكومة كانت دوما عم بتقارب ملف الحرب قبل ما توقعوا وبعد ما وقعت مقاربة اغاثية مقاربة اجتماعية وليس مقاربة سياسية دورة السياسية ما عمتون فيها انا اللي اقرب الصورة دكتور مرقص بدي اعمل مقارنة بال2006 يعني النقاط السبع اللي طرحنا الرئيس السانيورة بمؤتمر روما ورجع جينا على قرار لمجلس الوزراء كان في حوال 1701 ورحنا على مجلس الامر يعني كانت العملية برافو عليك بالسبعة قاب 2006 اجتمعت الحكومة بالمعنى السياسي وقت ذاك واصدرت قرار هذه الحكومة لم تجتمع بالمعنى السياسي بعد ابدا بشين هيك مقاربة هيدا الملف بده تكون مقاربة حكومية مجتمعة بعدين لا بدت تجتمع بأحزاب متل حزب الله ما اساسا حزب الله ممثل بهذه الحكومة عم بتتفضل وتقول تمام موجود بالحكومة وزراء حزب الله ما فيه لزوم بتجتمع الحكومة بأحزاب ما بتجتمع بأحزاب الحكومة فيها هؤلاء الممثلين هذا يكفي لأن تصدر قرارا واضحا غير ملتبس في مصدقية بالطرح وتقول هي كيف بده تطبق السبعةعة السفر واحد بعد ما شفنا خارط الطريقة حكومية لبنانية أبدا عم نشوف مساعة إفرادية من أبدا رئيس الحكومة رئيس المجلس بس هؤلاء بيضلون مساعة إفرادية ما بيعبروا عن موقف لبنان دستوريا عم تحكي بالقانون كتير والدستوري كتير بدي أخذك شوية على السياسي يعني بيزهنك ممكن بعد نشوف تطبيق للألف وسبعمية وواحد على القياس متل ما تطبق بالألفين وستة هو ما تطبق بشكل صحيح يعني تم مراعات وضع حزب الله وقفنا الحر ومن الألفين وستة لألفين وثلاثة وعشرين إلى حد ما في نوع من الاستقرار مع عمليات محدودة أنا اللي بشوفه حقيقتا أنه بالحال الحاضرة هلأ إسرائيل ما رح تقبل بتطبيق السبعة عصفر واحد كما هو بعد الآن والبعض بقول ما رح تقبل بالألف وسبعمية وواحد من أساس وبدأ تطرح شيء مختلف كليا يعني منطقة فارغة برجع منطقة عازلة لنوصل للإيطالي وهيدا رهن بأمرين تحقق أمر من الثنين أو الثنين معا الأمر الأول هو تغير له رأيها هو الضغوط الدبلوماسية الهائلة ياللي ما رح نشوفها لأنه الأمر كان منشغلين بانتخاباتهم والغرب بمشاكله مش قادرين يضغطوا على إسرائيل وعندك رئيس وزراء إسرائيل متعنت وعنده أسبابه الشخصية اللي بتدعيه إلى أكمال الحرب تعويضا عن أو استدراكا لأي محاسبة داخلية وفيه تغييرات بالبنية السياسية بإسرائيل أنت بتعرف بين الأحزاب هلأ كتير دقيقة اتنين اللي ممكن يغير هالمعادلة هو مش بس صمود الجبهة الميدانية بالجنوب هو إيقاع خسائر موجعة بالجيش الإسرائيلي وبلش هالشيش سير إذا ملاحظ تقريبا بمعدل يومي حوال العشرة لا فيه عشرة يومي كفيه سبع إطلاكين آخر إنه بهالنسبة تقريبا وعندك جرحة معينين ممكن العلم النسبة أنه يكون فيه بياناتهم قتلة فبالتالي بهالقرب هيدا يعني بالعشرة النازل طالع بس إنه عمليا هيدا إذا ازداد وتكثف ممكن يؤدي إلى إعادة البوصل الإسرائيلي بالتجاهة السبع طعا صفر واحد أما فيما سوى ذلك إذا ما تتحقق أحد الأمرين أو الأثنين معا لا أرى الإسرائيلي زاهب إلى تبديق السبع طعا صفر واحد أو أنه سيكتفي بالسبع طعا صفر واحد بما أنه حكينا عن 2006 والفترات السابقة كما بدي أعمل مقارنة شوى بالسياسي وإخد رأيك فيها بال2006 شفنا كوندوليزا رايس ببيروت وراحت على إسرائيل بال1996 كان فيه إرفيدو شارات وورين كريستوفر لعب دور من برة كان فيه اهتمام خلي نقول دولة بالوضع اللبناني أكتر ما عم نشوفه اليوم بتوافقني الرأي بهيدا الموضوع وشو السبب برأيك؟ صحيح السبب مزدوج السبب ما بعثه أولا أمريكي بسبب غرق الإدارة الأمريكية فيه قصورة الزاتي والضعف الزاتي فيها ولكن أيضا بسبب الانشغال بالانتخابات الرئيسية الأمريكانية يعني ما رح تخلص منها أنت غير بآخر جانيوري لمقبل يعني حتى لو خمسة نوفمبر عملتا لا يتسلم بكلمة التانية راح تلآخر جانيوري لتبلش تفكر فهيدا الوقت الضائع هون عم يلعب فيه قدم فيه نتنياهو بهالوقت الضائع ليحقق مكاسب برضا أو بغير رضا الأمريكيين السبب التاني هو الضعف الفرنسي أيضا فرنسا تركيبتها السياسية أصبحت هشة أكتر ورجالاتها السياسية أصبحوا نادرين أكتر وماعد عندك هالنصرة وهالسابورت هالدعم اللي كان موجود وقت ذاك اللي كان بال2006 أو اللي كان بال1996 كان لعنى الرئيس شيراء كمان ووضع الرئيس الحريري وهيدا اللي قلته أنا فعلا القاضي السياسيين اختلفوا وما تنسى كمان فيه سبب موضوعي هو التراجع الأوروبي عموما وانشغاله بالحرب على أوكرانيا كمان هيدا جاي بأول سلم الأولويات بدينوح معك على موضوع وقف إطلاق النار كمان هيدا فيه سجال لبناني داخلي أولوية وقف إطلاق النار شو المطلوب هلأ؟ أولوية وقف إطلاق النار أو أي أمر آخر؟ الأولوية اللي ممكن نحن من دون جميلة حدا أنه ينزلوا الشباب عماش نواب ينتخبوا رئيس الجمهورية أولوية انتخاب الرئيس هلأ بنحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع شو المطلوب؟ نعم هلأ بتجي عراس اللاحة لأنه هلأ بتبين أول شي أنه في دولة بلبنان وفي مين بيتكلم بإسم الدولة يعني ساعتها إذا بتقل لي وقف رئيس الجمهورية حكي بلك بيحكي بإسم لبنان منه رئيس مجلس النواب؟ منه رئيس مجلس وزراء؟ لأنه هو معطى هذا الحق بمقتدى المادة 52 من الدستور اللبناني التي توليه حق المفاوضة لأجل عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يكون عندك رئيس إذا بده يخاطب رؤساء دول العالم في نظير لأنهم بيحكيهم في احترام أكبر في إعادة تركيز لفكرة الدولة بلبنانها كتير مهم هلأ رح فصل معك شو المطلوب حتى يكون الرئيس قادر بضمن الصلاحيات الموجودة بس خليني نفتح إلى لين اقتصاديين قراءة اقتصادية ينضم إلينا رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق الأستاذ بير الأشعر صباح الخير صباح الخير كيف أستاذ أشعر سؤالي الأول قبل ما أحكي شو هي مطالبكم عندك فكرة صار أولية هيك لو أنه منا رسمية عن كلفة هذه الحرب على القطاع السياحي شوف الأرقام اليوم في لبنان بما أنه ما في حصاءات صحيحة هي نوعا ما وجهدناها إنما نحنا منأكد أنه الأرقام هي بمئات ملايين كولاد وما تنسى أنه صارنا من أكتوبر سنة الماضية صارنا سنة وشوية عم نعيني من الحروب والحرب هي مبدئياً يعني أول قطاع في الطالفية وهي عدو لهالقطاع هي السياحة نحنا في فترة زمنية الشتويت الماضي الخريف والشت الماضي ما قدرنا وصلنا ما قدرنا وصلنا لما يقارب الـ 20% من التشغيل بأغلبية فنادق بيروت عم بحكي عن بيروت أما خارج بيروت فكانت نسبة للتشغيل شبه معدومة وأقفل كثير من الفنادق ورجع بصارة تفتح بالمواسم يلي بتشعر أنه ممكن تقدر ترجع في الشتاء سؤالي اليوم أنتوا بهذا الواقع الصعب الأسود شو المطلوب من الدولة عنكم مطالب من الدولة لمساعدة هذا القطاع السياحي وهذا أمر طبيعي بزمن الأزمات شو المطلوب من الدولة اللبنانية نحنا بالأساس بالأساس وأكبر عباء عندنا إياها هي الكهربة ونحنا عدة مرات قدمنا وفرجيناهم أنه الأردن سعر الفنادق والصناعة هي 10.5 سنس المغرب هي 11 والإمارات هي 13 أما نحنا اليوم يحيسبون على 27 يعني فيك تقول تقريبا البلدين يلي عم تنافسنا ويلي ما عندها مشاكل ويلي نسبة التشغيل عندهم بين 80 و90 بالمية أوكي بيدفعوا الثلث ما بندفع نحنا الكهربة واللي أكبر من هاك واللي أكبر من هاك هي سعر المحطة رح أدقلك أنه في فنادق في فنادق باللبنان فنادق الكبرى بيدفع حق المحطة أجار المحطة 50 ألف دولار بشهر يعني اليوم رح بعطيك شغلة فور سيزن فور سيزن فندق مقفل فندق مقفل وعم يدفع 50 ألف دولار بيدفع 35 ألف دولار بشهر 35 ألف دولار بشهر هو مقفل عم بيحكيك عن إجارة المحطة وهي دي إذا إجارة الكهرباء ساعة أو ساعتين برجع بيدفع بوغهم 27 سنة فنحنا مقارنة مع غير بلدان بهالظروف الصعبة اللي نحنا مارئين فيها عم نقلهم يا خي لقلنا طريقة أنه ندفع مقفل وبذات الوقت من 4-5 أيام تنفنوا لي بعض الفنادق اللي هين موجودين بالحبرة يجي تشركة الكهرباء تقطع عنهم المولئ اللي اسمه الكهرباء عنهم هنا لأنه عنده تأخير بالدفع اليوم اليوم الناس كلها يتا يلي هي موجوعة ويلي عندها مشكلة سيولة ونحنا ما في بنوكة ما في مصارف ما في قروض اللي ما عندها قرد أنت كنا بالزمنات نضروا بيدنا على البنك لأنه خيزتنا القرد نقدر ندفع على الكهرباء نقدر ندفع لا عم نطلب نحنا تأجيل تأجيل هالمستحقات اللي عندنا إياها وما تنسى أنه نحنا مضمونين مش مثل الشركات التجارية أو غيرها نحنا عندنا مثل ما بيقولوا قيمة عقارية ما في ما في فندق قيمته تحت العشرة مليون ونطلوع في فنادف حقها أربعمائة مليون بس سيولي عندها اليوم نقطعت من بعض ما مرأ علينا الكوفيك ومن بعض ما مرأ علينا إبجار بيروت ومن بعض ما مرأ علينا الحروب اللي يدام هذا اللي عم نطلب منه شغلة تانية سريعا أستاذ أشعر سريعا أوكي قصة الأير بي أم بي قصة الأير بي أم بي أعرف كيف هي ما بيقولوا عم بيكون منافسة غير شرعية لا قال لك لا لأنه هؤل الجماعة مش معروفين وين موجودين ولا بيدفعوا ضريبة ولا بيدفعوا شي واليوم من أكد أنه أمنيا كمان أمنيا أجل الأسرائيلي أخذوا بيت بيت مريض وقتلوا الزلمة وهملوا حالهم وفلوا يعني ما حدا عم يرصد وين موجودين هالمؤسسات هذه فلها السبب عم نطلب يقدروا يدفعوا ضريبة وما يقدروا ينفسونها ويعطوا أسماء الأشخاص اللي موجودين بهالمؤسسات هذه واحدة من الأضايا اللي عم نطالب فيها يعني مش أكتر من هاك أنا بدي ضم صوتي لصوتك وننقل هذه المطالب إلى المراجع المعنية بتشكرك أستاذ بير الأشأر نقيب أصحاب أو رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان وأعود إلى ضيفي في كواليس الأحد الدكتور فول مرؤوس الوضع الاقتصادي واجه من وجوه المشكلة هلأ تفضلت من شواء وحكيت عن أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في واقع أمني كمان يتحكم بهذا الموضوع اللي هو علاقة بنواب حزب الله بقلو لك النواب منا قدرين ننزل على مجلس النواب بدنا وقف إطلاق نار أولا بس من أربع خمسة أيام أنا تباعة النائب حسن فضل الله عم بيحكي بمجلس النواب ودعي لمؤتمر صحف صحيح تماما يعني بس هيدا كمان بس بيجي واحد بقلو خطر موجود هلأ لش الموضوع هلأ ما تروح صارنا سنتين يعني هيدا لو مثلا أنا بقتنع بسبب مدلبه واحد بعوق الانتخاب مثلا بس كل جمعة في سبب يعني بيروح سبب بيرجع سبب هيدا ما بتعطي ما بتعطي للنواب جميعا عم بحكي ما بتعطي مصدائية لا السبب المدلبه لعدم انتخاب الرئيس طيب هلأ يعني أنا إذا بقل لك بيجي لعندك بزورك وكل مرة بقل لك ساعا فخط الدولاب وساعة صار ماي عصر هضم وساعة زارني مين بالبيت على دون موعد وما بيجي بحياتي بسنتين لعندك شو بكون رأيض اجي لعندك ولا لا بتقول عم بتعطي لهذا المشروع طبعا طيب سؤالي الثاني أكيد عم تقرأ وعم تسمع إنه في هيكي بيضم للأسماء المطروحة لمنصف رئيس الجمهورية اسم قائد الجيش واضح إنه هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري مبدئيا التعديل الدستوري شغلي ما كتير منيحة قانونيا إنما المصلحة العامة عم نحكي مين بيحدد هذه المصلحة النفوذ السياسي النفوذ السياسي للأسف لأنه العماد ميشيل سليمان بوقته ما عدلوا للدستور اعتبروا إنه أخذ أكثرية تفوق ال86 اللي هي مطلوبة لتعديل الدستوري وهلا نفس الشي إذا أخذ الرئيس فوق ال86 ممكن ما ي هلا حسب النفوذ السياسي شو بيقول حسب شو طالع عن فكرهم الأصول تقضي تعديل الدستور لأنه هاي شكليات وإجرائيات ضرورية حلقة رح تلاقي أنه صعبة لأنه أساساً ما فيه رئيس للجمهورية لأنه رئيس الجمهورية بدأت مر عبره هالألية ومجلس وزراء بحكومة تصريف أعمال فيه معاوقات ما بقلك لا بس الأصول تقضي بتعديل الدستور بس ولكن برجع لك كان فيه سابقة صارت وقت انتخاب الرئيس ميشيل سليمان ليس ما يمنع أن تكرر هذه السابقة اليوم أما اللي هلأ عم بيقول أنه ما بده يعيد هذه السابقة فهيدا من باب النفوذ السياسي ومن باب الاستنسبية ليش بوقتها صحت وهلأ ما بتصح كمان لأنه عم نحكي عن تعديل الدستور حكيتك دستور بس عم نحكي كمان سياسي تماما عم تشوف الواقع مثل ما هو طيب ليش الواقع خلى قبل أنه ما نعدل الدستور ونعتبر فوق ال86 صوت يعني تعديلا ضمنيا للدستور معا ما بشي اسمه تعديل ضمني للدستور بس قبلنا فيها بوقتها وما حدا تلفز بأي كلمة وليش هلأ وقت لأجد دور على قائد الجيش الحالي صرنا نحكي أنه بدنا تعديل صريح للدستور وهيدا أمر صعب وهيدا أمر صعب يعني أكنه ما في رغبة بتسهيل الأمر تب تعديل الدستور البعض عم بميز بين حالتين حالة قائد الجيش العمى جوزيف عون وحالة مدير عام الأمن العام الياس البيساري باعتباره منه موظف أولى فئة أولى الياس البيساري هو يشغل هذا الموقع بالتكليف بالإنابة بالإنابة مظبوط هذا الوضع لا يعني منه بحاجة لتعديل دستوري هو ما هو الفئة الأولى أو ما يعادلها معنى ذلك أن هذا المنع الدستوري ينسحب على كل من يتولى الفئة الأولى أو ما يعادل الفئة الأولى ولو كان بالإنابة صحي لأنه بدك تشوف أيضا غير صراحة الناس بكتشوف الخلفية من وراء وضع هكذا نص أنه ليش إجه المنع إجه المنع لما يخلي حدا يتبوق مراكز متقدمة في الدولة اللبنانية وظيفيا أن يسعى إلى رئيسة الجمهورية وأن يستفيد من منصبه لأجل الوصول إلى هكذا مركز مهم جدا في الجمهورية وهو رأس الدولة هناك وجد هالنص بكتفسروا على محمله طيب إذا بروح على لب الموضوع واللي حتيت عنه من شوية حضرتك قلت الرئيس يفاوض من المعاهدات الدولية ورأس الدولي وكل ما يلسم بالصلاحيات الموجودة قادر يكون عنا رئيس قادر لهذه المرحلة ولا ينبغي عادة النظر ببعض الصلاحيات هذا الأمر اللي شكى منه كل الرؤساء اللي إجوا بعد اتفاق الطائف بعتقد هلأ مش الوقت أبدا لاحقا بس تسلمها الرئيس عندك أولويات كثيرة بدك تعملها قبل قادر الرئيس يكون قادر بالصلاحيات الموجودة أكيد بهذه الصلاحية اللي عم نحكي عنها تحديدا أكيد ما هو اللي بيفاوض باسم لبنان وهو اللي بيستقبل نزراءه وبروح لعندن طبيعي هاي دي ما فيه انتقاص بعدين ليك دكتور شاربيل هاي دي الشخص بمالية ما بده صلاحية أنا معك يعني هاي دي اليوم أنه رأس الدولي معروف هلأ كنا عم نحكي عن رجالات الدولة المراحل السابقة أو هلأ الناس كيف تنظر له هلأ إذا بتنظر له باشكاتب معين تعيين مش انتخاب وإجا هيك بالطراضي لحتى بس يقعد على الكرسي فطبعا نزراءه والدول الخارجية ما رح الأجنبية ما رح تنظر باحترام وتقدير أما إذا إجا نتيجة عملية ديمقاطية صحيحة وكان عنده مصدقية وثقافة وحضور ووجهة نظر على الأقل لما قال لك خطة لأنه ما قاله يرسم خطة للدولة الابنينية بصلاحيات والحاضرة على أقل يكون عنده وجهة نظر سديدة واضحة منسجمة مع مصدحة لبنان العليا مدافع عنها بوضوح وبشراسة فإله محله وأساسا عنده هالصلاحية بالمدس 52 من الدستور بدي أسألك شوية عن موضوع مفهوم الرئيس التوافقي عنا فكرة التوافق بلبنان مثل كأنه لا يقدم ولا يأخر ما إله لون ما إله لون رميدي بين الكل لمن عم نطرح اليوم رئيس توافقي قادر مفهومك للرئيس التوافقي كيف ممكن يكون رئيس توافقي ببلد مثل لبنان أي مواصفات مطلوبة فيه عبارة التوافق هي كلمة حق يراد بها باطل لأنه إيجي تتعطل الديمقراطية وإيجي تتعطل الانتخابات وإيجي تتعطل المؤسسات وهي أريد منها فقط لبعض الزعماء السياسيين أن يحتكروا الطائف اللي يدعوا تمثيلها بالسياسي وأن يضعوا حق الفيتو على أي قرار أو اجتماع للمؤسسات الدستورية مثل مجلس نواب والحكومة أو أي انتخابات ممكن تجرى وفقا للأصول الديمقراطية بحجة الديمقراطية التوافقية يلي أصبحت بدعة بتعطل الانتخابات وبعطيك أمثلة اليوم إذا طايفة انسحبت من مجلس وزر بيتعطل مجلس وزر وصارت وصارت وتكررت الحكومة البتراء تكررت تب لكان شو المفهوم بقى لتشكيل السلطة في لبنان ما أنت وقت شكلتها الحكومة كان فيها ممثلين عن جميع الطواقف هون بتلعب الديمقراطية التوافقية هون بتلعب مش بعدين بتشكيل المؤسسات تبهت مش بعملها يعني مش كل ما بدأ تاخد قرارات إجرائية وهي السلطة الإجرائية حسب الفصل المعنون بالدستور هيك اسمها مش حتى التنفيذية إجرائية وروح للمعجم بتلاقي شو الإجرائية يعني اللي بدأ تسيسر الأمور اللي بدأ تاخد إجراءات اي مش بدأ كل ده تاخد إجراء بدأ قرضها لكل لكن لشو التصويت مجد وزراء وفق المادي خمسة وستين ولشو في أكثريتين بالتصويت عادي وبالتلتين خلص بل ايه هنا خلي كل طايفة بتحط الفيتو والنقض عاي قرار أو حتى على الاجتماع مرات بيقول لك اجتماع غير دستوري بعدين في طواقف أساسية بالبلد عديد وزراء اثنين أو ثلاثة بكرة لكن شو قولك ينسحبوا من الحكومة كل ما ما بيعجبوا نقرار الاكترية مش لصالحهم بينسحبوا شو رأيك بتعطي المجلس وزراء نفس الشيء ينسحب على المادة تسعة اربعين من الدستور هاي المادة ما حكيت عن نصاب لانتخاب رئيس الجمهورية حكيت عن اكثرية ما لفظت كلمة نصاب النصاب بس لفظوا الدستور سميه بالمادة اربعة وثلاثين منه بس ما في عبارة نصاب عبارة الاكترية صورة اولى قالك باول اكترية بدك تلتين بالدورة الاولى بالدورات التي تليه بدك اكترية عادية وإلا ما رح بحياتك تقدر تنتخي برئيس الجمهورية لسبب لانه كمان هو لجماعة التوافق بتلاقي لك انت عندك اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين تمانا يعني تمانا وثلاثين نائب يعطلون انتخاب الرئيس حسوهم الستة وثمانين من المية وثمانا وعشرين تماما يعني واضح انه انتش بيطلعوا معك الاكترية المطلوب تمانا وعشرين زائد تمانا وثلاثين تمانا وثلاثين تمانا وثلاثين نائب كراندو يعني صبحت انت بتنتخي برئيس الجمهورية ب42 صوت مع قبر هلأ هلأ وفقا لأن النفوذ والغيان الحالي والسطوة السياسية الموجودة بالبلد هلأ 42 نائب هن بيتحكم بانتخابات رئيس الجمهورية مش 86 متل ما بين قال مش صحيح هن بقلولك بدنا 86 بس 42 ادرين يا عطل طبعا هن عم بيتجمل و عم بيتحلوا فيهم لل86 وهن فعليا 42 لأن هولي اللي بعطلو بقلولك ما في أكتريت 86 مثل التلت المعطل بمجلس الوزراء معقول هاك ديمقراطية يعني شوهنا مفهوم الديمقراطية لكن خلص منعدلها هادي بمنقدمة الدستور لبنان ما بقى جمهورية ديمقراطية برلومانية لبنان جمهورية الفاتويات المتبادلة باسم الطواقف يارد الطواقف إلى علاقة بعض السياسيين المتحكمين بالقرار السياسي للطواقف هن بياخدوا القرار حتى من دون رجوع للطواقف نهائيا دكتور بول مرقص حطيت الأصبع على الجرح لكم أساسا لا علاقة للطائفة بالدين أنت بتعرف تمام السؤال الأخير بس بدي أفتح شوي رؤية أو تفكير بالوضع الدولي كل ناطر صار فيه تقريباً إجماع بالقراءات السياسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي بخمسة تشرين تاني هي محطة مفصلية انطلاقاً من معرفتك بالنظام الرئاسي بتشوف أنه ملامح الحل والتسوية ممكن بعد هذا التاريخ هلأ حكيت أنت لكانون الثاني اللي يتسلم الرئيس بأمريكا ممكن بس بوقت طويل لأنه حكي الرئيس ترامب شفناه طال وقال الأيام لبنان ستكون أيام سعيدي وأنا بدي أنهي الحروب وكل هذا للكلام ممكن نتوقع من خلال الصلاحيات اللي عنده إياها الرئيس بأمريكا الدفع باتجاه التسوية والحل ولو طويلة أكيد أكيد بس من هلأ لوقتها أخشى أن تكوين النار كويتنا وخلص يعني بعدنا عم نحكي المزيد المزيد من النار بعدنا عم نحكي بعدنا عم نتنفس ونحكي وإن شاء الله ما يروحوا للحصار الاقتصادي اللي هو بيكون الألعن والأشد إلي من على البلد أولا عم تطرح التصور الأقصى بالسواد وبس مبين من هاك أنا عم بطرح ولا أقول لازم نعمل نحن الهومورك تبعنا بلبنان انتخاب الرئيس فورا انتخاب الرئيس تشكيل حكومة هالمرة من القادة السياسية فقط لمهمة معينة ما عم تحكي عن حيديين وتكنوقرات القادة لا 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 ماش وقت مش وقت هلأ نحكي جد بدك هاودي الجماعة يقعدوا بالحكومة بس بيتحوروا بالحكومة مش بحاجة لا لا طاولات حوار ولا لا شيء تاني هاي الحكومة بيخدوا فيها قرارات على المستوى السياسي بيخلصوك من الحرب وتبعات الحرب بعدين تحكي بحكومة تكنوقرات وحيديين غير موضوع بما انو حييت على الحيديين ومن كفة خارطة الطريق في قلاءة بنود وهي اعلان وقف النار من جانب واحد لمهلة زمنية محددة وباستثناء باستثناءات معين نحكي فيها بالتفصيل شي نهار بشي حلقة بس انا عندي رسم لها الخطة بمعنى بمعنى انك عم بتسوق الامان المجتمع الدولي خطة عمل واضحة وعم بتقول فيها كمان بالبند الرابع انك بكتنشر الجيش اللبناني في جنوب بدون انتظار اي امر اخر فورا بالقرى اللي هي قابلة انو ينتشر فيها الجيش دغري بتنشره دغري بتنشره وتطلب مؤذرة الدول كلها في مساعدة الجيش اللبناني على ذلك بالخطة نفسها خطة من 8-9 نقاط مباشرة ما بده كتير بده موافقة حزب الله يعني بده كتير موافقة حزب الله صبحت اسهل اسهل من الوقت اكيد صار بده جهد جهد معقول بس ما حدا رايد يعملها الجهد ممكن موضوع الحياد او التحييد كمان يكون صار اسهل بعد هذه المواجهة اللي عم العيشها اسهل بس بعده بعيد عن التحقيق موضوع الحياد هون بس انت برأيك لو بعيد عن التحقيق ممكن ان يشكل حل وضع مثل وضع لبنان فيه تجربة سابقية من رئيس الشهاب وقسم من العهد بتمنى ذلك بتمنى ذلك بس بدنا نعرف نرسمه ايضا نعرف نطلبه ونعرف نرسمه لانه كمان فيه مقاربة لموضوع الحياد مثل كأنه الدولة الحيادية دولة هاك كمان على الهامش ما عندها انياب شفنا في دول يمكن مش محايدة بهذا الصيران لو عنا نعطيها متى بس كمان للناس تقدر تكون عندها فكرة عما يحصل حيدت حالة تحييد يمكن مصر بموضوع الترانسفير الفلسطيني على سيناء رفضته وضلت خارج المحور الاردن كمان مبارح ملك الاردن عم يحكي ما سمح بمرور الطيران الاسرائيلي اللي ضرب الايران بالاجواء الاردنية وشفنا وضع مصر والاردن بهذه الحرب شو كان؟ كان نحكي بدولة مستقلة انا برأيه لابنا نروح على مفاهيم ممكن تنقز ويصعب شرحه يصعب شرحه ونظراً لا يعني سخونة ودقة الوضع اللبناني جغرافياً وجيهه سياسياً بموقعه وبهويته العربية وبتكوينه الداخل الصعب اللي هو تشارك اسلامي مسيحي من الصعب انك توصل لهالصيغة اللي بنتمنيها بالصعب كتير في صيغة قبلة فيك تحكي فيها وهي دولة المستقلة شو يعني دولة المستقلة؟ يعني اليوم الاردن ما انه محايد الاردن ما انه دولة حيادية ومصر ما انه دولة حيادية بس بيحترموا حدودهم وبياخدوا قرار سياسي بيطبقوه وبتجتمع مؤسساتهم الدستورية ما بيخلوا الاخرين يستعملوهم ادوات وبالوكالة باي براكسي لتنفيذ اجندات استفافية خارجية ما قالنا علاقة فيها هاي قبل خلينا نعملها هاي هاي دي ما بدا توافق هاي هاي منصوص عليها خلينا نطبقها لبنان بلد وطن حر مستقل سيد مستقل اول عبارة بالدستور يعني عم نروح لابعد انا برأيي عم نعقد الامور عم سعادة خلينا نروح لاللي متفقين اساسا عليها بس لن نفذه ونطالب تنفيذه وصلنا لخط النهاية دكتور بول مرقوس مريء الوقت سريعا بدي اتشكرك انا على تلبية الدعوة الى كواليس الاحد شكرا لك تحيي لجميع لمن يرغب باعادة الاستماع الى هذه الحلقة يمكنه ذلك على مواقع التواصل التابعة لإذاعة صوت لبنان موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل في مثل هذا التوقيت فالى اللقاء